بعمر صغير قدرت تتحقق كتير لكن النجومية ما اجتها ع طبق من فضة إنما من تعب ومثابرة من ولاد آدم مروراً بالموت وصولاً لعا أمل قدّي علّمت وشو تعلمت من عالم الفن والنجومية رايان حركة نسمع أهلاً وسهلاً بريان حركة نورتينا بعد في شي ما حكتي يعني هلّا اليوم بدنا نشوف إذا في شي ما حكيته بعد أكيد لكن ما حدا بيجعش القصة ما بيحكي شي جديد صح ولو إنه جيم أخرى بس إن تأتي متأخراً أفضل من إن لا تأتي أبداً 100% وأنا بحب التحدي والليوم معيك حاس هيك رح يكون في شي إنه لزقة خاصة الحوار ليه لأني بحبك وبتحبيني 100% منذ الصغر جيت على الفن بالصدفة رايان صح كيف خبريني؟ جيت على الفن كاستنج مثل أي شخص تاني يمكن ما كان عندي حدا دعمني بس جيت بالصدفة لأنه أنا ما كنت عم بدرس تمثيل أوكي أنا عفتت أعليم بالجامعة اللبنانية وبتالت سنة جامعة إجينا فرصة التمثيل دقال لي ممثل لبناني أستاذ جمال حمدان بورجه له كتير تحية كبيرة قال لي بعديك عباليك تمثلي قلت له أنا إيه؟ قال لي دق لأهليك سأليون لأنه بدأ بعتلون صوري أوكي بعتلون صوري لإيغل فيلمس ودقوا لي وقت الكاستنج ونزلت وكنت على شعره بين أني روح وما روح لأنه عندي إجزامز وسكر وقت الكاستنج أنا عساس روح بعض الظهر قلتلون أنا ما بقدر قالوا لي فيك تجي هلا قلتلون بس أنا عندي امتحان بعد ساعتين قال جربة فلما نرحت كان هيدا القرار بظن على عمر التسعتاش اللي أخدته أنه أنا بروح هلا وبتأخر على امتحاني بالجامعة ولا ولا ما بروح ايه شلو خلاكت روحي؟ وقفت على باب الجامعة قلت أنا رح أنزل إذا بحس حالي بدأت أخر عن امتحان برع ايه وفتت وما تأخرت وما تأخرت وعملت الامتحان وكفيت ماسترز بعدها بس هي هيدا اللحظة اللي أنا بظن غيرت لحياتي كلها انت رحتي على إيجل فيلمز يعني دخلت التمثيل من باب العريض ايه بس أنا مع شركة مهمة مع شركة مهمة صح نجاحك كان بالصدفة ريان؟ لا نجاحي أبداً ما كان بالصدفة لكن بدي أقول لك شغل الحظ بيلعب دور مع الإنسان بيلعب دور مرة احياناً انكزة مرة احياناً انكزة مرة في ناس محظوظين وفي ناس لا صح بس لما تكوني انت عم تشتغلي شغل العالم كله بديت عطيكي أفروفل عليه في جمهور طويل عيض عم يحتاريك ياهو بيطلعك ياهو بينزلك انا أخدت التشانس هيدا وفتت بمسلسل أفروفا من بعدها صاروا يدقولي ويدقولي ويدقولي وعملت كذا عمل شو اللي خليهون يدقوليك ويدقوليك موهبة حظ؟ الموهبة أكيد لعب الدور لأنه أنا كان عندي يبكنيها بالفترة ولهيك نقتني المخرجة رشا شربتجي أنا أول عمالي عملته معه بس من بعدها الشغل والتعب ووقت التصوير الطويل شو اشتغلت يا مع رشا؟ اشتغلت مع بروفا ومن بعدها صارت عم تشتغل صورة بطلت عم تصوير بالبنان وقت اللي كانت بالبنان رشا 100% بس أنا برأيي الشي اللي خليهون يدقولي ويعني شكل يمكن عالكاميرا مناسب العمر كان بالدنيا كان في شوية نقص بالبنات بهيدا الجيل يعني رشا هي اللي اكتشفت موهبتك أو هي اللي عملت الكافة؟ رشا والمنتج منافس جوال بيطار هنه نققونا الثانيات هن ومن بعدها فللوا الصبايا اللي كانوا عم يعملوا كاستنج خلص خسار وريان خسار وريان صح وعملتي بمسلسل أولاد آدم للموت عأمل دفعة بيروت طبعا عأمل انت اليوم واحدة من النجوم من نجمات المسلسل قبل كنا نشوف ريان حركة واحدة السنة شفنا عدة أسماء إلى جانب اسم ريان حركة ماريلي النعمان جوي حلاء سارينا الشامي صح مين كانت نجمة المسلسل الصاعدة؟ غير ماجي غير ماجي بفتكر كلنا كنا نجوم بمحلنا كل حدا كان له السبوت طبعته سارينا برهف عملت شي ما بفتكر حدا شايفه قبل بسارينا ماريلي أخذت فرصة انه تغني وتمثل شي اللي كتير هي بتحبه فبرعت انت شو اللي يضاف لإلك عأمل أنا عأمل كان لقلي تشالنج كبير لأنه أول مرة بكون عم باخد دور أول شي بيشبه عمري بنت بطل التينيجر كل الأعمار اللي قبل كنت صغيرة كتير حدا كتير قوي حدا كتير راصين بعيلي هالقد متشددة كان عندي تشالنج انه في كتير نساء بالعمل أنا كيف بدي ضو يعني أكيد انت بتشتغلي قلب واحد ويد واحدة كل الوقت بس انت بديك كمانا بدي ريا تعمل فرق بدي ريا تكون صوت ينزمع نعم كيف فاشتغلت على الشخصية من قلبي صور تقول أنا انت عم تعمل اللي عليك هو هيدا شغل جماعي أكيد بس أنا شخصيتي أنا بدي دافع عنها أنا بدي بيري بس عندك تفرد ولو انه شغل جماعي كل حدا عنده تميز وتفرد بمك صح وكل حدا عنده العفوية اللي لقله والتالنت اللي لقله والأدوات اللي بيستعملها بالتمثيل أنا التكنيك اللي لقله يمكن من وراء للموت أخدته ثلاثة سنين للموت كثير عطوني قوة وسقة ضويت هل غيرك أخد سرق شوي من ضوك؟ ضو غيرك أثر على ضوك؟ رحقلك شغلة ما أثر لأنه كنت إذا بتروحي عمشهد لريان مثلا بتتاخذ مع ريان رحت عمشهد مع ماريلين بتتاخذ مع ماريلين بدي أسألك سؤال السؤال بشكل أوضح هل ماريلين نعمان سرقت أو ساحبت لبسات؟ الدلال من شركة إيجل فيلس من ريان حركة؟ كثير من سأل هيدا السؤال أبداً لأنه ماريلين تشبه حالة أنا وماريلين كثير مختلفين عن بعض يعني عندها هويتها الخاصة اللي هي كاركتير كريزي تاتويات وأغاني وغيتار عندها عضامتها وإنت في تاتو؟ أنا في تاتو وهي عمر 16 عملتها وبندم عليها لأنه بلني بطيها أكلت عيطة؟ أكلت عيطة؟ لا لا أكلت عيطة؟ لا أهلي قلت لهم بدي أعمله إليك أهي حبيبي كثير كانوا مسلمين بخي كان مشكلة لا لا ما أخديت الضو بالعكس ولا جوي ولا مابلتو كلهم كانوا عن جد حلوين وإذا بترجعي هيكي بتفوت بكواليس تصويرنا كنا كثير مبسوطين أنه أنا بحب جو المنافسة أنا أول مرة بشتغل عمل في هالأدبنة يعني أنا قبل كنت دايماً أنا صغيرة اللي مضوين كنت الغنوجة الوحيدة هلأ صرت الغنوجة مع غيرك مع كثير بس كثير حلوة المنافسة لأنه خلتني أنا طلع مني إشي أحسن يعني هلأ مثلا غيرة إيجابية غيرة حلوة غيرة إيجابية أكيد ولا مرة غيرت 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 سلبية لا دايماً بشغلة تحديداً بغار أنه كيف شو حلو هيدا الشي بدي أعمل هيك كانوا يغاروا منك بالمدرسة رفقاتك أنت وصغيرة إيه ليه؟ كان عندي سيت أنه أحلى وحدة بالصف يعني ما بعرف بس أنا حدا هيك سيمبل بشبح حالي بعدنا لها يعني إذا بترجع لصوري أنا وبيبي كثير بشبح حالي هلأ حطين لي ميك أب كثير بس أنا حدا سيمبل كثير فكانوا يغاروا أكيد الغيرة حلوة إذا منيحة إذا ما بدي أكتأذى حدا يعني فيها ما عندي مشكل بعدها لها هلأ يمكن لحقتنا شوي لأنه في ناس بتغار أكيد بتغار من نجاحي بتغار من مكاني كيف تتعاطي معا؟ تأذيكي نفسيا؟ يمكن أول ما بلشت كنت إنقاذة يعني إزعل إنه ليه لأنه أنا ما أفكر هيك بس هلأ بعرف إنه لأ يمكن إذا حدا ما قادر يوصل للي أنت عم تعمليه ممكن يغار بس أنا بقطع اللي بحبوك ريان أنه اعتبروا إنه تقلصت مشاهدك بعى أمال يعني كان مفترض يكون مثلا مشاهد أكتر صاروا وسع الشيء مشهد هل هالشي صحيح؟ هل تقلصت مشاهدك؟ أنا بس وصلني الدور أنا خيرت بين دور ملاك أو ريا أنا نقيت ريا لأنه ملاك كتير بيشبه لميس بمحلات البنت المظلومة اللي عم تبكي دايما اللي منا قادرة تعمل شيء ريا كان شيء جديد لإليه ولأ بالعكس نحنا كان معنا أكتر من نص النص أول ما أخذته وما تقلص شيء بالعكس أنا كنت كلما عم يوصلني حلقة أحكي معنا دين جابر إلا عن جت شو حلو أمرار عندي مشهد أو مشهدين بالحلقة بس يفرقوا يعني يعملوا شيء تعمل بصنك إيه بعدك بنت إيجل في المزل المدللة إيه أكيد إذا سنت الجيل إن شاء الله يعني دايما بتاخدي أدوار أختاروا مثلا مارينين محلقة إيه بيكون لا ما بيزعل بيكون هي أنا بلاقي ما حدا بياخد فرصة غيره مية بالمية لأنه أنا أمرار بدي أقولي على أعمال بكون عم صور ما بقدر أخدها بعطيهم اسم حدا تاني بترشحي حدا تاني؟ أكيد يا ما صارت لأنه أنا بكون من قادرة أصور مين رشحتك؟ مرتين رشحت رفيقتها ميشيل وهبة هي مثلة مثلت بروفا ومثلت مع أم بي سي كذا عمل لأنه أنا ما كون قادرة أصور مرة رشحت ناتاشا خضرو وكلهم أصحابي من بروفا أنه أنا ما عندي مشكل أنا بلاقي كل شيء بوقته حلو إذا ما أخدت هذا العمل ريان دايما أنك عايشة دور النجومية والأضواء والشهرة؟ أنا برأيي هيدا اللي أنا فيه هلأ هو النجومية كيف يعني؟ فستريلي شو عرفيلي النجومية أنا بشوف أنه النجومية أول شي ما بتجي هيك اسم أنه حدا صار نجم النجومية بتجي من وراء الناس اللي عم تحضرك من وراء الأكيب اللي عم يشتغل معك من وراء اللي عم يعملك ميكوب وشعر ويلبسك ويدويلك هن اللي بيعملوك نجمة أنت لو ما كل هوا الأشخاص اللي عم يشتغلوا معيك لو ما أبو علي اللي بيجيب للقهوة أنا الصبح وبيعرف أنه أنا بيجي مش رايقة بدي أشرب قهوة لاروق أنا ما بعمل نجمة أنا ربيط ببيت كل الوقت كانوا يقولوا لينا إحنا مش أحسن من حدا أنت كتير عرف إيمت حالك بس بحياتك ما تفكر أنك أحسن من حدا التواضع ما أنه ميزة إضافية للشخص هو الواحد لازم يكون متواضع أصلاً أنا ما بلاقيه أنه أنا متواضع يعني أنا أف شيميه من المسلمات يعني من الطبيعة أنك تكون متواضع لايك بدي أقلك شغلة كتير مهمة قولي لي عم بتصير معي آخر سنتين لما انفجأة تصيري تلاقي كل العالم عم تحكي معيك بتفوتي عم حال ما فيك تقعدة لأنه كل العالم بدي تتصور معيك عم تتصور شوي في شعر صغيرة بين أنه هو يصير مفكر حاله للقصة كلها وكثير بيصير عندهم هيدا الشي يعني ما بيتحملوا هيدا النجومية وبتكبر الخصة براسهم بيتنكروا للناس لوصلوهم وبصيروا شايفين متعاليين على البشر واضح ريان أنه أنت بنت بيت تربيت صح يعني هيدا كمان بيقولوله شبع جوع الشهرة وشبع الشهرة متل جوع المال وشبع المال بتقولي أنا فخورة أن بنت عيلي أنت بيك من برج البراجنة وإمك من البقاع صحيح؟ نبي قيلة صحيح وباقي بشوف فيك بنت أيضا بلبسها محافظة صح بفتكر صار عندي ستايل يعني لما يشوفوا تيابة أو يشوفوا مقابلاتي أو كيف بطل حتى بالمسلسل صاروا حافظين أنه ريان تلبس هيك حتى السايلس بيعرفوا أنه لأ ما تقصروا لي أنا ما برتاح ما بقدر ألبس شي كتير كاشف لأنه ما تعودت هيك وأعتقد أن هذا شي سبشل لقلي أنا هيك برتاح يمكن غيري بحب السترة برأيك باللباس بتتميز المرأة بتعطيها وقار أكتر؟ بتعطيها كلاسينس بتعطيها أناقة إلى حد ما الرويلتي برا ما بي لبسوا كراب طب وهيدا وأنا ما عمقول هيدا شي غلط بس أنا عمقول أنا بحس حالي I'm a lady this way أمر هل بيقولوا اللي بتنبس أكبر من عمريك بس أنا هيك بحب وأنا بعمل اللي أنا بحب هاي أنت هاي شخصيتك هننلبس شخصيتنا هويتنا ريان ما بتنزل صور على انستجرام جريئة فيها عري شورت لا أبدا يعني أنا يمكن ممكن ألبس شورت ممكن روح على البحر ممكن روح ألبس في الصن شوي أصير بس أنا ما بنزل لأنه أنت كمانا عم تشتغلي شيء بالعالم كله بدي تشوفيك يعني أنت مانيك مثلا موظفة بتروحي عالشغل بترجعي ما بيشوفوك إلا اللي بالشغل إيه لما تكون public figure بديك تتعرض لانتقاد وكتير صعب ما ينتقدوك الصبية أو المرأة اللي بتعرض جسمها بتتعرض لتحرش أكتر من اللي بتكون لابسة للأسف إيه لأنه هن بيعتبروا إنه إذا هي لابسة هيك يعني هي She's okay with it which is not right أبدا بس أنا عم بقول لما نكون audience كله عم يحضرني أنا يمكن يكون في خمسة بالمية منهم لهول الأشخاص بيفكروا بطريقة سيئة مريبة من وين جاي بهالأفكار من بيتك؟ إيه أكيد من بيتك كيف تربيتك؟ كيف تربيتك؟ كيف تربيتك؟ يعني أنت بأي بيت مربيت؟ البيئة محافظة، ما في عندنا التزام دين كتير يعني أنه أتحجب وهيدا لا، بس أنا عندي مبادئ وبلاس أنه هلأ يمكن صرت بعمر بقدر أنا أقرر شو بدي أعمل وأنا هلأ عمري خمسة وعشرين يمكن بقدر أنا أقرر شو بدي أعمل بس استيل بعد ماشي على نفس المبادئ لأنه مرايحين عندي مثل هيلو لحالة أو حماية من كل الـ negative energy أو الـ negative comments ياما بفوت أنا على السوشيال ميديا بلاقي مثلاً إيكس منازلة صورة إلى أو فيديو كثير بيكون في comments بشعة يمكن بس لأنه لابسة حفر أو لابسة مايو أنا بتفداهن هول يعني بقول أحسن أنه ما نازل شيء لأنه أنا من مضطرة ما بدي حدا يقلي شيء يزعجني ولا واحد بالمية بيأثر فيك كلام الناس والنقد والتنمر على السوشيال ميديا قبل كنت أعمل لهم بلاك هلأ بعمل لهم ريستريكت علموني إيها بجديد هيدا أنه بتعملي ريستريكت بيصير هو يكتب ومفكر أنه عم يوصل لك الـ comments بس هو ما عم يوصل لك شيء ما عم بيأثر فيك أبداً ما عم بيأثر فيه أبداً ريان أنت بنت عيلي مرتاحة يعني مادياً نوعاً ما لقى صرايتي تشتغلي بعمر صغير وتدخلي على الجامعة لبنانية مش جامعة خاصة؟ أنا ترجيتهم لأشتغل لما كان عمري سكستين لأنه كل أصحاب بيحبوا يشتغلوا وبيشتغلوا وأنا أنه غنوشت البيت وعم يصرفوا علي وما عم بنطلقي يمكن للعالم اللي برا سو بالصيفية قلت لهم بدي أشتغل monitor بالcolonie كيف بديك تشتغلي ما كيف بديك تشتغلي ما نحنا عم نحتيك المصاري قلت لهم مش كربين المصاري أنا بدي هيك شوف العالم سو اشتغلت وعلمت رأس شرقي للضغار ليه بترقصي شرقي؟ برقصي شرقي برقصي حلو برقصي حلو وبعدين فتت على الجامعة خيرت بين أن يكون بجامعة خاصة أو بجامعة لبنانية حسيت أنه حرام يعني أنا جيت من عائلة مثاحة بس أنا مش ما بيهمني المظاهر ما بفكر أنه أنا إذا بجامعة خاصة يعني مع المصاري إذا بجامعة لبنانية لأ قلت لهم حرام ندفع هالقد بالسنة عشان نكون بجامعة خاصة وأنا بقدر إتعلم باللبنانية واللبنانية أنه بيقولوا ليك مش هيني وبدو هيدا أنا كنت شاطرة صفتت كن عند درايفر كنت عم سافر كل سنة مرة مرتين بس بالجامعة لبنانية ودايما بيقولوا ليك اللي بيتخرج من اللبنانية يعني شاطر فأنا كتير كنت تفكر بهيدا الشغلة يعني ريان 25 سنة كم مرة حبيتي؟ كم مرة حبيت؟ مرتين ممكن حب حقيقي؟ هلأ أبطلت أعتبرون حقيقي لأنه كنت أصغر أم الحب كل سنة عن سنة تتغير بالنسبة لإني هلأ أتب حالة حب؟ هلأ أنا بحب الحب كلنا منحب الحب بس أنت بحالة حب؟ لا من بحالة حب بحب بس أنه مش بفكرة الحب هلأ لحظة كيف بحب ومش بفكرة الحب؟ أنت هلأ عم بتحب حلا؟ يعني ممكن كن عم حب بس أنه مش بحالة حب يعني فيك تحب بعقلك بس إيه أنت بتحب بعقلك؟ مش بكل جوارحك؟ لا مش بقلبك وأحساسك بطلت؟ ليه؟ بحب حالة كثير لأنه بحب حالة أكتر ما بدي حب غيري ليه؟ لأنه قرار ولا أنت شخصيتك هيك؟ لا يمكن أنا لأنه جدي هيك عم بكبر عم بصير هيك بس هو مش قرار هو إذا ما حبيت حالك ما حتقدر تحبي صح؟ إذا ما عرفت قيمة حالك ما رح يجي الشخص الصح؟ فيك تحبي يعني فيك تحبي غيريك وتحبي حالك بس لما شخص يحبي كثير بيقوله بي نعمى عقلبه أنت ما أنا ما بطرف دي أنا ما بطرف دي نعمى عقلبك شي مرة؟ أكلتيا؟ كم بوكس أكلتي؟ بوكس أوي كان؟ شوي؟ شو عمل فيك؟ أه لا ما لقيت حالة بعدني بشبه حالة مع نفس الشخص هيدا ليه؟ شو عمل فيك هيدا الإنسان؟ خانك؟ محبك؟ ايه صار في خيانة بس كنت أصغر يعني ما كنت بعدني بفهم كثير هدا كان عمرك؟ كان عمري 18 وانخنتي؟ ايه وأنا كنت كثير طيوبة فهدا عبكير يعني هدا ضربات وأوجاع الحب اوجاع الحب شو عملتي فيك؟ بس أنا ما فلت كلمة للخيانة بوقتها واجهت وتبرر الموضوع وكملتي وكملت سامحتي؟ ايه سامحت هلأ ما ممكن سامح يعني ممكن فكر فيها بس هلأ ما بحس إنه فيه فيه مبرر للخيانة بس يعني يمكن 0.0001 بالمية شو هو هيدا المبرر؟ هيدا 0.000 بالمية؟ إنه الإنسان بيغلط وإنه الإنسان مش معصوم لحظات تخلي ايه وأنا بخاف إنه يمكن أنا أغلط شي مرة بالحياة فلازم برر لغيري أنا حدا ما بحكم عن الناس معقولة أنت لا سامح الله تخونة؟ يمكن تخونة بفكرك فورا ساكنت هتعتبر خيانة برأيك الخيانة الفكرية بتوازي الخيانة الجسدية بأسوطة؟ لا ما بتتوازيها بأسوطة بس لما تكون كتير عم تفكر فيها وتتصرف على أساسها بتصير بتوازي أكيد فبعد هيدا القصة صرت عم تحبي بعقلك؟ ايه بحبي بعقلك بديك حدا يحبك أكتر ما أنت تحبيه؟ يعني قد بعض بس فيه يحبني أكتر ما عندي مشكلة طب قلتي لي بحب حالي ايه وإذا ما حبت حالي ما ممكن حب غيري بتقبلي تحبي حدا يكون هو أيضا بحب حاله أكتر ما بحبك؟ ايه؟ بديك تكوني عادلة ايه أكيد طب كيف تتصبط؟ طب كيف تتصبط؟ هو بحب حاله أكتر وأنت بتحبي حالك أكتر؟ يعني منحب هيدا الشيء يعني بيشبهني يعني أنا ما ممكن بدي حدا علي أو أنه أعطي أكتر ما أنا بقدر أنا هيك يعني أنا بحب حالي هيك ما بتتخلي مثلا إذا إجا حبيب حدا حبيتي وقالك تركي التمثيل؟ أكيد ما بتخلي عن التمثيل أصلا ما بيكون بحبني إذا بيطلب مني إذا قل إذا حبيتي حدا من غير دين تتركي وبتروحي بتتزوجي ما بفكر ما بتخلى لأنه عم قليك أنا مبادئة موجودة مش الحب عابر للأديان الحب عابر للأديان وفي زواج مدني هلأ للي بتطوي تتزوجي مدني؟ ايه ممكن اتجوز مدني إذا حبيت شخص من غير دين بس أنا بالنسبة له إلي الحب قرار والتخلي قرار والتخلي قرار السعادة قرار قرار صعب عفكرة لأنه أمرار بتكون ما بديك تكون سعيدة بس مع شغورة بس أنا بلاقي إنه إذا أنت بتضلك تجبر حالك أو مش تجبر حالك تقنع حالك إنه الحياة حلوة هيده مش سعادة هيده الرضا هيده أكيد الرضا أهم شي بس أنا بعم إليك بديك تفتش على السعادة بأشياء صغيرة بتلاقيها بتلاقيها بالتفاصيل بالتفاصيل يمكن أنت سعيدة أنا سعيدة الحمد لله أنا كل يوم فيق بقول الحمد لله أنا فقت ها قواش نعمة الإمتنان عن جد وقبل يمكن من سنة لأورا كانوا لأربعة وعشرين سنة اللي إلي بفيق أنا معصبة فيق مربحة حالة جميلة إنه فقت من النوم فيق معصبة صار لي سنة بفيق ببتسم بحكي بحدي بشرب القهوة عرواء شو اللي غيرك؟ وفاة بيت؟ وفاة البابا غيرت فيها كثير صرت لقول الحياة سخيفة علما إنه حكيت كثير عن هيده الموضوع ما بدي أنا أرجع يعني ابني قصتك معي عن هيده الموضوع رحتي عن طبيب نفسي أو معارش تاعدك لا تتخطي هيده الأزمة أكيد أنا بمحل كنت بحاجة واكتشفت إنه الاستمرارية مع المعالج كثير حلوة لو ما بكشين طبعاً قديت تعبير عن الحزن بالإعلام بالجلسات قدي ساعدك؟ ساعدني كثير لأنه أمرار أنت بحاجة أنك تحكي طبعاً وأنا بمحل كنت عندي كثير أشياء أولى بس ما عارف كيف بدي طلعها وتوفى البابا وبلشت تصوير عن رابط بيروت بعدها بعشرين يوم ما كان عندي الوقت لأحزن كانت بس عم فكر إنه بالصور وإنه هو مش معاه وكل هو الأشياء قديل صعب ما يكون عنا الوقت لنحزن وما يكون عنا الوقت لنمرض صح وما يكون عنا الوقت لنحبط لأنه هيدا شي طبيعي بالحياة صح فوفاة البابا غيرتنا كثير لأنه اكتشفت إنه الإنسان بلاحظة ممكن تخلص حياته ربنا هيكاتي قستتك هالتجربة ولا لينتك؟ لينتني وقستني بنفس الوقت قسيت كثير ونقهرت كثير بس هلأ بعد عشرة شهور وأمرار ما بصدق إنه قطع على قد وقت بقول الحمد لله إنه عن جد الحياة بتكفي وعن جد ربنا بيعطينا نعمة المسيان بلاحظات تكوني مؤمنة وتآمنة إنه هيدا الحياة هيك بدأت تستمر يمكن غيرنا رح يموت وأنا صرت أقول أمرار إنه طب ما غيري إنه ماتوا أهلون إنه مش أول واحدة إنه مش أول حدا أهولي لما صرت شوي مدركة للي عم بيصير معي قدرت أقولهم قبل ما كنت عم بقدر أقولهم بحياة كل شخص في مثل أعلى مين الممثلة اللي بيح بالنسبة لإلك مثل أعلى؟ ماجي بوغوصان حبيبتنا عن جد حبيبتنا وحبيبة الكل طب خبريني عن ماجي غير اللي منسمعه بتمثيلة عن الليسان الكل بدي شي ما سمعته عن ماجي أنا تعلمت من ماجي من أول ما بلشت معها لأنه أنا برائب يعني أنا كنت رائبة ولهلأ لليوم ماجي بتوصل على الساعة لأنه يجي عندها مليون يعني هي واصلة مبتسمة علما إنه ممكن يكون عندها مشاكل مثل كلنا الناس مية بالمية بس هي بتقلك أنا من مضطرة اللي معي عسات يتأثروا شو الجملة اللي كانت تقلك إياها ماجي أو اللي بتقلك إياها ما بتنسيها؟ صارت بالنسبة لقالك درس أو حكمة؟ هنه شغلتان مرة كنا عم نصور وعم تصور هي مع مسلة تانية وقالتلي إنه دايماً بس تكوني عم تعملي مشهد أعطي كتير يعني متل ما أنت بتحبي حدا يعطيك بالمشهد شو حلو سالمية كأنه الكاميرا عليك مش كل المسلين بيعطوا بس ما هيدا بساقتك بساقت لقدامك أكيد ماجي ما بتقبل إلا ما تجي تسلم المشهد لو هي مثلاً فيها بدا تكون بس تطلع فيها فيها أنا مثلاً وقف محلة واتطلع فيك فيها تكون هي منا موجودة فيها تكون مش موجودة وقف ما بتقبل وهيدا الشي اللي أنا كتير تعلمته منها إنه قف شو بتحترم مهنتها شو بتحترم لمسة اللي قدامها لهيك بيعطوها من قلبهم لهيك بحبوها و والدرس التاني والدرس التاني ولما مرة كنت عم صور كمانا قدمعتيت تعرفي بتعيد كتير بالمشاهد أوكي فمشاهد كانوا بك كتير وإنهيارات وهيك وأنت ما بتحب تبكي وأنت أكرى عليك البكة أبداً يلا على بكة والأكس ما كنت علي بالأول فكل الوقت على المثل اللي معي قدمعتيت غطعة قلبي عنجد فقالت لي لأ أنا علمتك أنه هيدا بس لأ أحملي كنترول إذا حسيت ما ضرورة تبكي ما تبكي فأنا بلاقي الأعيدة اللي عندها بالتمثيل أكيد ما جي بالأخلاق بالإنسانية بطريقة التعامل مع الكروب مع الكل وأنا بعرف أنه ما جي قالت لك إذا عندك كلمة حلوة قوليها والكلمة المحلوة تفصي فيها لنفسي هيدا هيدا قدي حلوة بالحياة وطبعاً تحية كبيرة لما جي اللي كلنا منحبها عنجد واللي ما بيعرفها كتير عن قرب ما بيعرف قدي هي حدا طيوب ومهضوع نقدر نلمس على كل حال المشاهد بيقدر يلمس ونجاحها مش من ولا شيء صح عندك دور حب هلأ غرام بكدي ممثل هيك حقع بالك تحبيه لكن من فترة كنا بإفنت عملينا ببيروت وفتت على مقابلة مع رولا شامية وويسام صليبة قالت لي سألته لويسام مع مين عبيلك تمثل ديو حبه غرام قال لي رايان حركة فأنا هلأ بنققي كمانا لأنه هو نققي؟ لأنه لا بحس أنه بنعمل نحنا أصحاب على على الصعيد الشخصي وبحس بنلبق ناضرينكم بدور حب اشتقنا ليلي بش القصة جربنا نفتح صفحات جديدة معك رايان حركة أي صفحة بديك تطوية ما بديك ترجعي لها بحياتك؟ يمكن رايان الضعيفة ما بق بدي أشوفها أنا أنا ما بق بدي أرجع لها ما أنه هي ممكن ترجع بلحظات معينة بس رايان المكسورة ما بق بدي إياها بدي رايان اللي أنا في فترة قلت له نشتقت لها رايان أنا مش أنا بدي رايان اللي كل وقت عم تضحك اللي كل وقت عم تنزح أنا حياتي كوميدي يعني أنا عن جد إذا بيخد دور كوميدي وسلسل كوميدي ما ممكن بظلني عم بتضحك كل الوقت إذا ما في شي نكت عليك بديها المنتجين أنا بنكت عخالي أنا بنكت عخالي ما عم يعملوا دراما كوميدي كل الوقت بكاء بكاء رايان حركة أنا كتير مبسطت فيك بدي أقولك أنه عن جد مبسطت وعن جد هيك حكيت إشا كتير جديدة هل تحبت؟ كتير أكيد ما أنت يعني هيد سباشل هو كرمالك وكرمالي وكرمالي المشاهدين أكيد لأنه بحبوك بحبوا يسمعوا أشياء جديدة ما سمعوها من الفنان اللي بحبوه وأنا ما بقى بدي شوفك ولا مرة مكسورة بالمقابلات كلنا عنا أحزان وأوجاع وإنكسارات قد ما بدك بس نطلع عالناس ومنقللهم إحنا قوية أنا من الناس بقولي أنت كتير قوية بس أنا عندي أنا كمان امرأة ضعيفة بمحل ما منخلي ضعفنا هيك نجرب النيمو شوي صح نفرج قوتنا 100% شكرا لك وأنا كمان بحبك كتير هيدا كانت رايان حركة الممثلة الرائعة اللي الصدفة لعبت دور بمجيئة على التمثيل ولكن مثابرتها تعبا ونجاحا ونجوميتها هي قرار سلامت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة